اهلا بكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامج رحمة للعالمين تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن يجب الإسلام على المسلم أن يتصف بالصدق يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول ابن القيم رحمه الله الصدق هو الطريق الأقوى الذي من لم يسر فيه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وتعد قيم الصدق والأمانة من أساسيات بناء المجتمعات القوية والمستقرة فالفرد الصادق والملتزم بالأمانة يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع فالتحلي بمكارم الأخلاق يعد عنصرا حيويا في صياغة شخصية متوازنة ومجتمع واعن فالتحلي بمكارم الأخلاق ليس فقط مسؤولية فردية بل هو تأثير إيجابي ينعكس على المجتمع بأكمله وإذا كانت القيم الأخلاقية مرسخة في الفرد فأنه يصبح عاملا فاعلا في تحسين العلاقات الاجتماعية وبناء جسور التفاهم بين أفراد ذلك المجتمع فما أهمية النزاهة في التعامل مع الآخرين وما هي آثار الصدق على الفرد والمجتمع للتعليق والحديث بشأن هذا الموضوع أرحب بضيفي منتون سيد دكتور أحمد لبيض الباحث في الفكر الإسلامي دكتور مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة ومن ألمانيا الشيخ الهادي بريك الإمام والداعي شيخ الهادي مرحبا بك شكرا جزيلا لقبول الدعوة دعني أبدأ معك شيخ الهادي هذا الحوار فيما يتعلق بالصدق والنزاهة وأهمية ذلك في بناء مجتمع مستقر وأهمية ذلك في بناء الثقة بين الأفراد هذا المجتمع قبل الحديث في هذا أود الحديث أو تأصيل تأصيل هذه القيمة الأخلاقية قيمة الصدق ما الذي حدثنا الدين قرآنا وسنة عن هذا الصدق وعن أهمية هذا الصدق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لك أستاذ سمير ولهذا البرنامج وذهات القناة الكبيرة وللدكتور أحمد لبيض الصدق بطبيعة الحال هو فقرة رئيسية من الخلق العظيم اللهم سبحانه وتعالى خلع أفضل رداء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأيام الأولى من البعثة ليس هناك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طواف ولا قتال ولا جهاد ولكن قال له وإنك لعلى خلق عظيم كذلك تربع محمد صلى الله عليه وسلم كما على عرش الخلق العظيم طرا مطلقا أبدا البتة تلبت تلبت كما يتربع الملك الذي لا ينزعه على عرشه شيء الصدق إذن هو فقرة من الخلق العظيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتردد أن خلع على دينه على دعوته عنوانا كبيرا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما حسرا وقصرا إنما بعثت لماذا لأتمم مكارم الأخلاق بعض مكارم الأخلاق موجودة في المجتمع العربي ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يتممها وخاصة أن يجعلها قيما محفوظة تنفع المجتمع كما قلت أنت وسلم وتكون خالصة لله سبحانه وتعالى في الصدق كما قلت أنت بارك الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ومن آخر ما نزل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أي يكون مع سيدنا بكر رضي الله عنه وعرضه وبمقابل ذلك بضدها تتميز الأشياء كما قال الشعب وإن العبد وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى وإن عيذ بالله كذابا كذلك في موطأ مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة الكرام الصحابة الكرام كانوا أذكياء كانوا متربعين على عرش الذكاء عندما يريدون أن يسعى وعن شيء فإنما يوخروه لذلك قالوا يا رسول الله هل يمكن أن يكون المؤمن بخيلا؟ قال لا يمكن هل يمكن أن يكون المؤمن شبالا؟ قال لا يمكن هم يريدون الثالثة قالوا يا رسول الله يمكن أن يكون المؤمن كذابا؟ قال لا المؤمن لا يكون كذابا لذلك الصدق كما عشرت أنت في مقدمك مقدمتك بارك الله فيك هو ربما تاج الخلق العظيم والإنسان عندما يصدق مع نفسه ومع ربه معه ومع النار فإن الله سيبارك في حياته وهذا الصدق وهذه هذه اللي النكهة هذا التيار الكهربائي الذي يسري بين كافة أفراد المجتمع فإذا صرح الإنسان صرح المجتمع وإذا صرح المجتمع صرحة الأمة وإذا صرحة الأمة إما أن تصلح الدولة وإما أن يقول لها دقاج طيب دكتور أحمد لبيض أسألك عن أهمية هذه القيمة في المجتمعات هل يمكن الحديث عن مجتمع قوي عن مجتمع مستقر إذا كان الصدق غير موجود في هذا المجتمع لا يحكم علاقة أفراده بعضهم ببعض في غياب الصدق يأتي الشك وتأتي الريبة فلا يطمئن الزوج لزوجته ولا الجار لجاره ولا أبناء الشعب للسلطة الحاكمة فيما بينهم وحتى في المجال الاقتصادي الصدق ضروري باعتبار أنه عندما تقدم خدمة أو سلعة تقدمها باعتبارها ذات مواصفات معينة مضبوطة توضيحها في عرضك أو تشريطها القوانين العامة لتنضبط إليها المؤسسات فعندما يحدث إخلال بهذا بقصد فهذا هو خلاف الصدق وبالتالي عندما يتكرر تفقد المصداقية العلائقية بين الناس والصدق يتعلق بالفرد مع نفسه ومع الآخر ومع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن نضرب مثلا على مستوى الصدق الإنساني مع نفسه وقبل أن نواصل هذا وعلق على كلام الشيخ الهادي فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالصادق الأمين فهذا أكثر تأهلا لحمل رسالة الإسلام الجديدة للناس ولذلك الدعاة والذين يبتغون التأثير في المجتمع يحتاجون لأن يكونوا متوافقين مع حقيقة ما يعلنون من كلام وما يتصرفون به من تصرفات عندما يغيب ذلك فهذا يكون عامل تشكيك في أهليتهم للقيادة والريادة وأضرب مثلا على ذلك الآن نتنياهو كثير من الساسة داخل الكيمس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتترددون بأن الشخص هذا كذاب وهذا طبعه وهذا سيؤدي به تدريجيا لإنهار حب أنكرها ولذلك الصدق ضروري للذين يرشعون أنفسهم للقيادة والريادة في المجتمع يمكن أن يفعلوا خلاف ذلك ويمكن أن يغالطوا الناس ولكنك لا تستطيع عند غالط الناس أبدا يمكن تغالطهم بعض الحين تغالط بعض الأفراد لا يمكن تغالط كل الناس ولا يستمر مغالطتك وتجاوزك للصدق في علاقتك بالآخرين أعود لمسألة صدق الإنسان مع نفسه فالإنسان مفروض أن يكون حقيقة ذاته ولا يكون شخصية أخرى والإنسان لا ينفق من ناحية نفسية عن تسويق صورة عن نفسه في المجتمع وقد تكون هذه الصورة حقيقتك وقد تكون مغايرة لكن عندما تروج لصورة غير صورتك الحقيقية أنت تكون في واقع ازدواجية في الشخصية وتقع في الفصام السكيزوكريني هذه النحلولة النحية الثانية من يصدق هذه الصورة التي تقدمها في هذا الفضاء وصورة أخرى ثالثة تقدمها مع آخرين أو الفضاء اجتماعي آخر وأنا ذك أنت نفسك معت قادرا عن أن تصدق ذاتك فأنت شخصيات متنوعة غير متوافقة ولمتناقمة وهذا يجعلك في حالة قلق شديد من جهة تريد أن تسويق نفسك ومن جهة تشعر أنك لا تحسن تسويق نفسك لأنك تكذب في ذلك هذه النحلولة النحية الثانية كثيرون لأنهم لا يكونون صادقين عن أنفسهم يبطرون للتصرفات خاطئة وحيانا عنيفة فالزوج المهزوم أمام زوجته لإخضاع في مستوى التقافي أو لقلة ذات اليد وأهى الزوجته يمكن أن تكون في مستوى أعلى وفي مرتب اجتماعي أعلى ومن عائلة اجتماعية أرقى هذا كثيرا عندما يكون صادقا عن نفسه ولا يقبل وضعاته كما هي عليه وما تزوجها إلا على هذا الأساس عندما لا يقبل هذا هو سيلجو كثيرا إلى إهانة الزوجة وحيانا يصل إلى حد العنف من أجل أن يعوض عن النقص الذي يسكنه من خلال هذا العنف الذعفاء وحدهم متسلطون ولذلك عندما تجي محاكما في منطقتنا العربية وفي العالم ينحى منح التسلط والقهر تأكد أنه مسكون بأساس مر دفين بالضعف وقلة الحيلة ولذلك يحاول أن يخفي هذا القصور الذي يسكنه لو كان صادقا مع نفسه لتصرف على أساس ذلك وسيقبله الناس لو كان صادقا في وعود السياسية وغير ذلك الجانب الصدق مع الذات في قيامنا الإسلامية الله أودع في داخل النفس البشرية إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ضرياتهم وشادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الذين يتجاوزون توحيد الله سبحانه وتعالى ليؤمنوا بآلهة أخرى مالا وسلطة ووجاهة وغير ذلك من أشكال التسويق المعاصر للآلهة المزيفة هؤلاء يعيشون في حالة ازدواجية هم لا يزدقون مع أنفسهم بالنسبة لنا كمسلمين نتحمل أمانة الاستخلاف والمشاركة في تعمير الأرض عندما نقصر في ذلك نحن في حالة انفصام وغير توحد ويخاطبنا القرآن مرارا وتكرارا أيها الذين آمنوا لا تقونوا الله والرسول وتقونوا أماناتكم فصدقهم على ذات يقتضي تحملا لهذه الأمانات وعملا على أساسها وفي يوم يقتضاها نعم شكرا دكتور أحمد شيخ الهادي دعا نسأل الآن عن أهمية إذن النزاهة في التعامل مع الآخرين مجتمعاتنا اليوم المسلمة والعربية أصيبت بفقدان هذه القيمة قيمة الصدق وقيمة النزاهة حتى صرت إذا وجدت إنسانا صادقا شككت في صدقه من كثرة الناس غير الصادقين الذين نتعامل معهم في يومنا فما أهمية هذه النزاهة في بناء فعلا مجتمع متماسك في ترسيخ علاقة الناس بعضهم ببعض هذه الأهمية تنبع مما ذكرته أنت في البداية وهو التأصيل لأن الإنسان هو آلة من الآلات ولكنها آلة حية ناطقة عاقلة مستخلفة مستأمنة وما إلى ذلك فهو مسؤول فالكلمة يمكن أن تذهب به إلى النار والكلمة أخرى يتذهب به إلى الجنة والكلمة يمكن أن تحدث تحريرا وتغييرا واستقلالا وما إلى ذلك ويمكن أن تحدث عبودية وإكراها وقرفا وما إلى ذلك لذلك من التأصيلات أن الإنسان مسؤول على لسانه حتى أن الإمام الغزاني الأول صاحب المشروع الإحيائي في سفره العظيم كتب وحبه صفحات طويلات على صدق اللسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهنا إلى أن هذا الإنسان هو أحد من الأسياف كما قال الشاعر وجراحات الأسكنان لهالتئام الأسياف ولكن لا يلتأم ما جرح اللسان وطبعا نحن اليوم عندنا قلمان كما قالت العرب قلم اللسان وقلم هذا بل عندنا قلم ثالث وهذه الصورة وأنتم العلميون ما يسؤولون عن هذا لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وبين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة وكذلك ورد في الخبر الآخر هو حديث فيه مقالات سنده أن سعر المرأ وثمن المرأ وقيمة المرأ أن المرأ بأصغر عضوين فيه لسانه وقلبه لذلك تتحدد قيمة الإنسان وسعر الإنسان وهل أن هذا الإنسان من أهل الصلاح أو من أهل الطلاح من أهل التحرير أو من أهل التزوير هو لسانه وقلبه والقلب بطبيعة الحال لا سلطانة لا عليه إلا الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى ولكن اللسان هو هذا السيف البطار لذلك تصديقا لمقاله الدكتور أحمد لبي البركة الله فيه في الصدق المالي والاقتصادي وهي حياة طويلة للناس وتأخذ من حياتهم ونهتماماتهم جئا كبيرا قوله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مش الصادق فقط يعني أكثر الناس الذين يضطرون إلى الكذب والعيد بالله والتزوير بعد الساسة هم التاجر هم التجار هم الفاعلون في المسألة المالية والتزوير لذلك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين وصدقين يوم القيامة لذلك كما ذكر الدكتور أحمد لبيضفع أن الإنسان بصدقه بلسانه يمكن أن يحرر المسألة السياسية مثلا نحن اليوم يجب أن نعد أن التزوير في الانتخابات والانقلاب على الشرعية هذا كذب هذه فرية هذه جريمة عظيمة يمكن أن أكذب أنا على الآن عن الدكتور أحمد لبيض أو أكذب كذب على سمير على كل حال على أستاذ سمير على كل حال هو شيء كبير ونالك يغفر ولكن عندما لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكليهم الله يوم القيامة هو زكيهم ولا ينظر إليه أي نظرة رحمة ورعفة قال شيخ زال وملك كذاب الرئيس والمدير والمسؤول والأمير ورئيس الجمهورية وما إلى ذلك إذا كان كذاب يكذب على شعبه مثلا يزور الانتخابات ينقرب على الشرعية يدعوهم إلى أشياء أخرى لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى هذا محروم يوم القيامة من الرحمة والله أعلم شكرا شيخ الهادي دكتور أحمد نواصل في الحديث عن مضار الكذب على تفكك المجتمعات تفكك الأسر كما أشرت عدم استقرار بناء على ذلك عدم استقرار هذه المجتمعات نواصل في الظاهرة الاجتماعية الصدق نقيبه الكذب والأصل في الناس أن يكون حقيقة أنفسهم ويتحفظ على شيء ما هي في الواقع عندما يقولون أو يتصرفون على خلاف ذلك هم يسقطون في النفاق من ناحية العقدية وما يستتبع هذا النفاق العقدي من تصور من سلوكات خاطئة كما جاء في الحديث النبي يولد تحفظ على المنافقين والموضوع الصدق في الواسطة الاجتماعي يحيلنا إلى موضوع الأمان الذي سبق أن قدمت ذكره في مقدمة البرنامج وهذا يحيلنا على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى تقوم الساعة قال إذا ضيعت الأمان فانتظر الساعة فانتظر الساعة ما معنى انتظر الساعة يعني أن المجتمع الذي لا تنتشر فيه الأمانة ولا تحفظ فيه الحقوق ولا يكون الناس صادقون هذا مجتمع قد فقد مبررات وجوده ويجب أن تعلن قيامته ليحل محله مجتمع أكثر نظافة واستقرارا ونزاهة وأمانة وبالتالي المسألة لا ست متعلقة بقيام الساعة في آخر حياة الدنيا وإنما هذه مرحلة مجتمعية فقدت مبررات وجودها وعلى أهل الحق والعدل وأصحاب النزاهة في هذه المجتمعات أن تعلن قيامة هذه المرحلة المتخلفة لتنطلق الواقع الاجتماعي والأمة في بداية جديدة ولذلك الصدق إما أن يؤكد حضور المجتمع حقه وحقيته في الاستمرارية ومشروعيته في التوسع والامتداء أو أن خلاف الصدق وغيابه وتراجعه يؤدي إلى انكماش مجتمعي في مختلف تعبيراته بما ينذر بقيام قيامته على أيدي الصالحين والمغيرين والمشتماع بغد أفضل للأمة ناحية الأخرى في الواقع الاجتماعي كما أسلفت القول أن الناس عندما تعلن على أنك تقدم خدمة ما تقدمها بمواصفات معينة فعندما تشتري السلعة أنت في مغازة يقدم لك مكونات هذه السلعة المختلفة وعندما يقل إخلال بذلك يمكن أن تتعرض هذه المؤسسة المنتجة لعقوبات بالآن بأكد أن تتعرض لعقوبات كبيرة أريد أن أخرص من هنا إلى أن الصدق ليس مجرد قيمة مطلقة تلتزم بها أو لا تلتزم وإنما فيما يتعلق بالفضاء الاجتماعي فيجب أن تتحول الخروج على الصدق إلى مسألة تدان أخلاقيا وثم تدان قانونيا ليلزم الكذابون والمشعوذون والانتهازيون وغير ذلك يسلوك الدور بالحق طيب دكتور أحمد دكتور أحمد يعني فيها تناقض يعني سكيزوفرينيا كما قالت أنت في البداية في المجتمعات يعني يكذبون والصدق قليل في حديثهم وفي تعاملاتهم لتحقيق مصالحهم لماذا يحصل هذا التناقض بين القول وبين الفعل بين ما نعلم وما تعلمناه وبين ممارساتنا اليوم لماذا يحصل ومتى يحصل هذا لعلنا في حاجة هنا لصدعاء كلام العلامة ميخلدون في المقدمة عندما يتحدث عن أثر الاستبداد يقول بقدر ما يترسح الاستبداد بقدر ما يلجأ الناس للشعوذة والكذب والتحيول والبحث عن سبل غير مشروعة والتربح بشكل غير طبيعي وما إلى ذلك ما قاله ابن خلدون في المقدمة ونحن مجتمعات معتقة في الاستبداد على مدى قرون للآن وتبعت الحال ذسين عكسوا على واقع الناس وإذا كان السادة والكبراء يكذبون علانية فالأخر يعمل انقلاب ويقول إن الشعب فوضني أو يقدم الانقلاب ويقول يطلب تفويض من الشعب وهو يعرف والناس يعرفون أنه كاذب ولا يعبر عن ردة الناس وبالتالي إذا كان السادة يكذبون فلماذا لا يكذب الصغار وإذا كان الكبار المستكبرين نماذج في عدم التزام الصدقي فصغار المستكبرين ينهجون نهجهم والمغلوبون على أمره ينهجون نهجهم وعند المخلدون عندما يقول أن المغلوب مولع بتقليد الخالق ولذلك شعوبنا مدفوعة للسلوكات الخاطئة بطبيعة الاستبداد والقهر والظلم لمحاولة الفرار من أشكال الاستبداد والظلم وثانية من خلال تقليدهم بالسادة والكبراء فيجتمع الأمران على حد سواء من أجل دفع الناس لهذه السلوكات الخاطئة لكن هذا لا يمنع من أن الناس في داخل أنفسهم هذا من جهة الصدق مع أنفسهم أنهم يشعرون بالإدانة لهذه السلوكات من جهة ومن جهة ثانية يقدسون أن الناس الذين في غاية في الصدق والتوفق مع حقيقة أنفسهم وهؤلاء يمثلون النماذج وحيانا يكونون ضحايا إذا يتعرضون للاضطهاد من طرف الفئة الباغية التي لا تقبل قول الحقيقة أو أنها لا تقبل الناس تواجه الناس بحقيقة أنفسهم فيفرون إلى كذبهم سواء كان بالكذب القول أو بالسلوكات المناقضة للحقيقة أو من خلال الخمور والمخدرات وما إلى ذلك نعم شيخ الهدي أبقى في السؤال لمزيد تفصيله لأنه مهم جدا حتى المشاهد يعرف أسباب هذا التناقض الذي يعيشه هو لا نتحدث طبعا هنا عن مجتمع ملائكة يعني كل شيء صدق الإنسان بطبيعته معرض للخطأ ولكن خير الخطأ إن التوابون كما قال المولى سبحانه وتعالى لكن حينما تصبح الصفة الغالبة على مجتمعاتنا هي الكذب حتى تقضي شؤونك حتى تمرر نفسك في مواقف معينة تستعمل هذا الأسلوب أسلوب الكذب والخداع هذا بالأكيد أنه يؤدي إلى انتشار عدم الثقة بين الناس بين أفراد المجتمع فالسؤال عن أسباب ذلك وعن الضرر المترتب على المجتمع حينما يصبح الكذب والخيانة والتحايل هي وسيلة الوسيلة التي تربط علاقة أفراد ذلك المجتمع بعضهم ببعض الأسباب متداخلة متراكمة مترصبة منها أسباب ذاتية وهو أن الإنسان ضعيف الإيمان أو أن إيمانه باليوم الآخر من مهزوز أو أنه لم يتلقى تربية بين أحضان والديه في أسرته أو أنه لم يتلقى هذه التربية في البيئات القريبة الكتتيب والمدارس والمعاهد وما إلى ذلك أو أن الأسباب الأخرى كذلك السلطان الاجتماعي السلطان الاجتماعي حيان يكره الناس على ما لا يرضي لها سبحانه وتعالى وإلا الأسباب السياسية كما أشار الدكتور أحمد لبيض هناك قال هي ليست حديثا ولكن قال عمرانية اجتماعية صحيحة وهو قانون متينة متينة ومهما كانت دور الأسر التي دور الأسر الآن تقريبا اندفر أو يكاد وكذلك خاصة في تونس ليس هناك محاضن تعلم السدق الكتتيب قضوا عليها ولا مدارس ولا معاهد ولا ما إلى ذلك وانتشر هذا المصيبة هذا التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك فالسلطان الاجتماعي غلاب السلطان الاجتماعي من ناحية والسلطان السياسي من ناحية فهنا لا يثبت على الصدق على هذا الخلق العظيم إلا قليل لذلك الأسباب كبيرة والأسباب متداخلة أسباب ذاتية وأسباب اجتماعية وأسباب سياسية وما إلى ذلك دعني قبل أن أمر إلى المظاهر أو المفاسد الكبرى أذكر بقول الشاعر الكريم الذي جمع الذي نطق بسنة عمرانية كبيرة جدا وهو أنه قال أنه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت بمعنى أن استقرار الأمم وازدهار الأمم وتحرر الأمم ورغت عيش الأمم مرتبط بالخلق العظيم لذلك أزمتنا أخلاقية أزمتنا قيمية في الأزمة السياسية هناك مصيبة أخلاقية وقيمية وفي الاجتماعية وما إلى ذلك فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لذلك مظاهر الفساد أو ما يفضي إليه هذا بطبيعة الحال يعني فساد سياسي وانقلابات ودهس بالأقدام الوسخة القذرة يعني لصانديق الاختراع وإلى رادة للشعب وكذلك يعني حتى في المجال العلمي الآن أنا أحصيت مرة وجدت تقريبا عشرة من من المنسوبين إلى الدين والعلم والتقوى يعني يصفون التوطفان الأقصى والمقاومة بأنهم يعني بأوصاف بالقبيحة لا تنطبق عليهم هذا مش من أهل السنة وهذا ليس مننا وهذا يجب أن يشاور السلطان الولي العمر وهذا ليه أنا لا يزعجه شيء أكثر من الكذب في المجتمع الديني في المجتمع العلمائي كما يقال هو الكذب بطبيعة الحال سرطان حارق ونار مدمرة تأكل أخذر وليابس في كل شيء ولكن إذا وصل الكذب والعياذ بالله في المجال العلمي والذين يقتدي بهم الناس فهذه مصيبة وإذا كنا نكذب عن طريق علمائنا على طفان الأخصى على المقاومة التي تريد أن تحرر شعبها وأبوطنها بعد تقريبا ثلاثة أربع قرن من الاحتلال على الدنيا السلام فالسياسة يكذبون والعلماء يكذبون والتجار يكذبون فالمواطن مسحوق لا يبرر له هذا يثبت الإنسان على دينه وعلى قيمه ولكن كما قل الأسباب متعددة متراكمة والمآلات فاسدة مفسدة إلى أبعد الحدود وكما قل أزمتنا قيمية أزمتنا أخلاقية في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الأسرة في التربية في التعليم والله أعلم شكراً شيخ الهادي دكتور أحمد في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يربط قيم معينة مجتمعية أخلاقية يربطها بالإيمان بالله وباليوم الآخر أنا أسأل على اليوم الآخر تحديداً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيراً أو لا يصمت فلا يؤذي النجارة وما شابه من هذه الأحاديث لماذا يربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيم الدنيوية التي تربط حياة الناس في الدنيا بالإيمان باليوم الآخر في كثير من هذه الأحاديث برأيك قبل أن نجيب على هذا السؤال وواصله جزئياً ما بدأه الشيخ الهادي بذكر المبارك هي همية التربية عندما يضعف تربية الإنسان في الأسرة والكتتيب والمدرسة هذا ينعكس سلباً بعد ذلك في أخلاقه ومعاملاته وللأسف الشديد بعد أن كانت الوزارات المعنية بتنشئة الناشية تسمى وزارات التربية صارت عندنا تسمى وزارات التعليم فهي مكلفة بتعليم هذا أن يمنجي أن يكون طبيباً أو مهندساً ليست معنية بالتربية والأخلاق والقيم من قريب لو أنه من بعيد هذه النحية الثانية عندما لا ينشأ إنسان على القيم الإسلامية تنشئة باكرة وبشكل متكرر يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري تعليقاً عندما يلتق الواحد بالآخر يقول له إجلس نؤمن ساعة نذكر بعضنا بعضاً وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين في غياب هذا تدريجياً يتغلب خطاب التفاهد في الإعلام المعاصري وفي شبكات تواصل اجتماعي الذي يحدد أن المحدد هو الربح أي أن كانت مداخله وإن كانت أسبابه وغلبت النفعية الليبرالية في المعرأة أسمالية المتوحشة هذه نقطة ثانية أضيفها لما كان ريجياً يحكي الولايات المتحدة الأمريكية نصحه أحد مستشاريه وكان محرزاً على جائس نوبل للاقتصاد بأن يأخذ بقاعدة ابن خلدون في الجباية التي يقول فيها القليل في الكثير كثير والكثير في القليل قليل يعني عندما نأخذ جباية صغيرة من كل الناس هذا يؤدي إلى كسب كبير لجباية الدولة في حين عندما نرفع من نسب الضرائب فهذا سيكون قليلاً ومجموع الذين يدفعون قلة وانذاك يكون الدخل ضعيفاً ولذلك عندما ترتفع نسب الضرائب يظن بعض الواضعين للخطة أن ذلك سيرفع من دخل المزانية العامة ولكن هذا يضطر الناس بداءة لأن يقوموا بتصريحات هذه الحقيقية وهذا التدريجي يعكس سلباً على الجباية ولذلك الذين يفعلون هذا هم يدفعون الناس دفعاً للكذب حتى يصير ذلك قاعدة عامة أعود لسؤالك معبرة أهمية الإمام بالآخرة عندما يؤمن أن الإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل عن كل أفعاله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة عملوا حاضراً ولا يذلموا ربك أحداً عندما يدرك الإنسان ويؤمن إيماناً صادقاً بأنه سيقف في هذا الموقف سيسعى لهم كل صغيرة كبيرة هذا سيدفعه لإحتياء من أجل أن يفعل إيجاباً وصالحاً حتى لا يجد نفسه في موطن المساءلة التي ليس إيجابة وروح الإيمان بالآخرة هي توليد النعيم والنعي بالنفس عن الجحيم والصدق هو أحد هذه المداخل لتوليد الراحة النفسية لتكون حقيقة ذاتك والراحة المجتمعية من مساعدة الناس على أن يكونوا على حقيقة أنفسهم ويأخذوا كل واحد حقاً عندما تأكل حقوق الناس بالكذب أو بالرشوة أو بغير ذلك فأنت في الحقيقة ستجد أن ميزان حسناتك قد ضع مراه وحسابه سيئة قد توسع فمن تقلت موازينه فهو في عيشة الراضية ومن خفت موازينه فهو مواوية وما أدراك ما هي نار حامية ولذلك الجانب العقدي أنا أطرحت إلى الدكتوران في العلوم الإسلامية كانت تحت عنوان راهينية القرآن الآخرة نموذجاً وأبين من خلالها أن الحديث عن الآخرة في القرآن ليس حديثاً عن أشياء موجلة وإنما ويعيش معنا في راهين حياتنا في مختلف تعبيراتها من خلال تصنيف للآيات حتى عن القرآن الآخرة بتصنيفات متعددة ليس هذا مجال بيان لأننا نأخذ تفصيلاً فيه عندما يكون الموضوع هو الآخرة والتي مثابت في ذلك أن الآخرة قضية راهنة وليست مؤجلة وبالتالي عندما أنت تعيش مع الآخرة تعيش مع الصدر عندما تنسى الآخرة أبي يبيح لك تستسلح لنفسك أن تتجاوز الحد وتكون من الفاسقين بمعنى وكأن هناك ربط يعني أن حياة الإنسان ليست فقط هذه التي نعيشها في حياة الدنيا هذا جزء بل أنت مواصل المسير في مراحل متنوعة فحينما تولد فأنت أزلي لن تموت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة دكتور بمعنى وكأنه إشارة أيها الإنسان لا تنسى أن هناك مرحلة أخرى أهم وأطول وأدوم فابني لها واستعد لها وهو كذلك يقول عمر بن عبد العزيز واستشهد بذلك الدكتور خليل في كتابي عن عمر بن عبد العزيز يقول إنكم أبديون ولكنكم من دار إلى دار تنقنون هذه واحدة والثانية يقول القرآن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وبالتالي إذا أخذنا عمر الإنسان وقلنا معدك ما في عمر الله أمل حيات في تونس 75-76 سنة لنقول 80 سنة هذه الثماني سنة لا تساوي في هذا اليوم الذي يوما كألف سنة لا تساوي إن ساعتين فأنت تشوش بساعتين على يوم كان حتى المولو تعالى دكتور حينما يسألهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين يوما أو بعض يوم ولذلك استعباره الآخرة يجعلك تدرك أن الحياة الدنيا محدودة بالبلغة الرياضيات للفيني المحدود مقارنة لنفيني اللانهائي هو الآخرة الخلود يساوي سفر ولذلك تغطي أن تجعل من السفر رقما والحال أنك مقدم على حساب طويل ويوم ممتد إما في النعيم أو في الجحيم بحسب ما قدمت من توليد نعيم أو توليد جحيم وهذا ما قاله وأشار إليه ابن القيم رحمه الله هذا كان في بداية في المقدمة الصدق هو الطريق الأقوى الذي من لم يسر فيه فهو من المقاطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاقي من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران شيخ الهادي الآن ما الذي يجب فعله لجسر هذه الهوة الكبيرة بين القيم والواقع قيم جميلة مهمة جاء بها الإسلام والكل ينتمي لهذا الدين ويقر بذلك لكن سلوكه ليس مسيرا لهذه القيم كيف يعني نسد هذه الهوة نقلل منها على أي على عاتق من تقع مسؤولية هذا هذا يقع على عاتق الإنسان نفسه وبداية بالأسرة الأسرة هي آخر حصن آخر محظن الأسرة هي التي استودع الله فيها الإنسان الإنسان هذا الذي خليفته وهو مستأمنه ومستحفظه هو يعيش 19 في بطن أمة ثم بعد ذلك تعلمون أن أطول طفولة هي طفولة الإنسان تقريبا عشر سنوات أو أكثر أو أقل يتربى بين والدين لذلك اليوم الأمم المتحدة الأمم المتحدة أقول هذا وأموت عليه الأمم المتحدة بمجموعة من القرارات هي التي تحارب الأسرة المسلمة الأسرة المسلمة اليوم في محط النار الأسرة المسلمة لأننا نحن المسلمون اليوم ليس لنا جيش يحمينا ولا حكومات ولا دول ولا أحلاف ولا ما إلى ذلك بقي الحصن الأخير هو الأسرة لذلك بقاؤنا هو في الأسرة لذلك الأسرة هذه هي الحصن الأخير هي المحظن هي المستحظن هي لذلك يتربى فيها الإنسان فإذا نشع فيها الإنسان على الأخلاق الفاضلة وعلى الصدق والحياة وما إلى ذلك فالنوز سيكون إنسانا صالحا مصلحا محررا بذن الله سبحانه وتعالى فالأسرة الأسرة لابد منها ولكن بعد ذلك لابد من الكتتيب لابد من المحاضن المحيطة المدرسة كما قال الدكتور يعني لماذا غيروا وزارة التربية بالتعليم أو التعليم بالتربية نحتاج إلى التربية التعليم سهل التعليم تلقاه كل إنسان ولكن التربية هي مشروع طويل مضني يحتاج إلى فنون ومهارات وما إلى ذلك وصبر ومصابرات وكذلك في المعاهد والكلية وريد أن أقول أن المحاضن هي الأسرة أولا أي الوالدين ثانيا لذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فطرة الإسلام فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها يهودانها مش معناه ربه العقيدة اليهودية أو النصرانية لا يسموها عبد الله وخديشة ولكن العقل عقل يهودي والعقل عقل مجوسي والعقل عقل نصراني والعقل عقل صهيوني العقل عقل صليبي المسألة في العقل مش في الاسم المسألة في المسمى مش في الاسم والمحظن الثاني هو المجتمع أنا بطبيعة الحال أنا يائس من الدولة العربية يائس منها كل يائس ولذلك هذه بطبيعة الحال ستقول ليستان سمير كالعادة طبعا بطبيعة الحال لا أدعو إلى عنف ولا ما إلى شيء أدعو إلى التغيير السلمي الصلاح المدني وما إلى ذلك الديمقراطي ولكن أنا يائس من هذه الدول كما يائس الكفار من أصحاب القبور ولكن أدعو الأئمة وأدعو الوعاظ وأدعو الخطباء وأدعو الكتاب وأدعو الفنانين وأدعو الإعلاميين الإعلاميين بالدرجة الأولى إلى أن يعكفوا جميعا على إصلاح المجتمع إلى تحصيل المجتمع الآن جربنا الديمقراطية ما فادت الإنقلابات ما فادت الثورات ما فادت الإصلاح من داخل الدولة ما فادت الآن نرجع في تقديري إلى المجتمع نعقف عليه عقود طويلة عندما يسطح المجتمع ستكون القشرة الخارجية قشرة رهيفة غير متينة لا عندها حتى علمانيين ولبراليين وغربيين وعبيد الفكر الغربي ومتصاينين وما إلى لا يؤثرون فينا فأريد أن أقول أنه كيف نتلافى هذا علينا أن نتجند جميعا وخاصة العلميين وخاصة العلميين والخطباء الجمعة والمؤثبين اليوم وسائل التأثير أكثر من خطبة الجمعة بكثير وأكثر ربما حتى من العلميين والإعلام الافتراضي والكتابة وكما الدكتور أحمد ضبيض وما إلى ذلك علينا أن نتجند جميعا وأن نتوجه إلى المجتمع أن نحصله بالأوقاف وبالأحباس وبالخلوق وبالمؤسسات والجمعيات والمنظمات والسلطة هذه سيأذن الله سبحانه وتعالى بفنائها أو زوارها يوما ما والله أعلم دكتور في نفس الإطار يعني الحديث عن بعض الحلول الممكنة الآن لأنه إشارتك لأنه بعض الدول شالت اسمه وزارة التربية وحولته ورد التعليم وكأنه الدولة خلاص يعني عجزت وبالتالي تستقيل من تربية الناس وتلقيها على عواهلها ربما على الأسر وما شابه مسؤولية من الاهتمام فعلا بتربية وتنمية هذه القيم وتحويلها إلى واقع المعيش يجب على كل المؤمنين بالصدق والنزاهة والأمانة والتطلع لغد أفضل لأمتنا وللإنسانية قاطبة أن يساهم كل الموقع بدءا بشكل فردي ثم تلتقي هذه الجهود المباركة على أمر قد قدر يطهر الأرض والعرض فيكون كالطفان الذي يسلح البلاد والعباد ولذلك لابد من أن الناس عوض أن يبقوا في يندبون حظهم ويقفوا على أطلال هزيمتنا وانكساراتنا أن يبادر كل نوقعه ليفعل ما الذي يقدر عليه ففي الأسرة مثلا هناك حديث الامرأة دعت ابنها ليأتي إليها ووعدته بأن تعطيه تمر رسول صلى الله عليه وسلم يشاهد الموقف قال أنها لو تبين أنها تكذب على الطفل كان ذلك مدخلا لها للجهيد ولذلك أحيانا يبيح الأباء ولمهات لأنفسهم الكذبة وليدركون أنهم بذلك يخرسون البذرات الأولى لنبتد ستنم وتتكاثر في خلايا وتلافيف دماغ الطفل للكذب عكسها ينشأون على الصدر اثنين هو تبيان أن الصدق هو الأسلم وهو الأكثر جدوى والأكثر نفع للأمة ولذلك المجتمعات الديمقراطية والتي فيها حرية الآن أعيد القول تفرض شروطا ومواصفات الخدمات والسلع هذا صدق فيها هذا الصدق هو الذي يشعل الخدمة والسلع على المنافسة في مستوى الدولي ثالثا الأفراد مهما فعلوا يكون فعلهم محدودا ولذلك لابد أن يتجاوز الفعل الفردي إلى أن يلتقي المؤمنون والعاملون على إشاعة الصدق في المجتمعات على أن تتكامل جهودهم تدريجيا لتتحول بعد ذلك إلى طيار اجتماعي ضاغط يؤثر في السياسة والاقتصاد والاجتماع ويطالبون مثلا بأن تتحول وزارة التعليم إلى زور التربية إلى آخر النقطة الرابعة هو أن الإعلاميين في الغرب لهم دور أساسي يمكن أن يقال في الغرب لا نجد إعلاما مباشر أو برامج مباشرة لتنشئة الناس على طريقة ما ولكن الدول الغربية تنفق من خلال استراتيجياتها بأشكال أحيانا مقنعة ولكنها في النهاية تنتج النمط المجتمعية والفرد المجتمعي كما تريده على الجهات الحاكم والمتنفذة سواء كان ما أبان الفيلسوف الكندي في كتابه نظام التفاهة والذي وجدنا آثاره نتذكر في طفولتي وفي شبابي حتى في طفولتي في شبابي كانت القنوة التلفزية تقدم برام ثقافية ومسابقات معرفية وثقافية كل ذلك اختفى فجأة كانت الغاني الملتزمة تبطها الإذاعات والتلفزات منعة وهذا بجرة قلم وبالتالي ثمت جهات تخطط وتعمل في الخفاء وتنفق أموالا كثيرة من أجل ذلك ولذلك الصدق يحتاج إلى جهات متنفذة تعمل تدريجيا على جعله هو القاعدة ونراهن على عنصر الزمن ونؤمن بقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يريث عبادي الصالحون المستقبل للحق للعب للحرية للأحرار شيخ الهادي وجهلنا رسالة في نهاية الحصة للشباب الملتزم يعني برغم كل هذه دعنا نقول الظروف السيئة التي تمر بها مجتمعاتنا العربية والمسلمة إلا أن هناك وجها إيجابيا آخر وهو إقبال الشباب مع اجتداد الأزمات التي تعيشها الأمة في غزة وفي غيرها هناك نسبة من الشباب تزداد حتى هنا في الغرب يزداد التزامها عودتها للدين صحوتها وكأن هناك صحوة جديدة بطريقة ما لدى الشباب ما هي رسالة توجهها للشباب الذين يريدون العودة لأصول الدين الصافية للصدق للأمان للقيم ويوجهون مجتمعا يعني يصعب العيش فيه بهذه القيم ماذا تقول لهم قبل الرسالة كلمتان خفيفتان مصداقا لما ذكره الدكتور أحمد لبيض بارك الله فيه أن الكذب ممنوحة على الدابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع صحابته ولكن لا يقول إلا حقا الرسالة هي أنه كما ذكر الدكتور لبيض هناك إقبال على الدين هناك إقبال على قيم الدين العدالة والكرامة والتحرر والأمة الإسلامية اليوم قل قل قلوبها تنبض لغزة وما يقع من منظار بهذه المحرقة المسلطة ولكن مغلوبون عن أمرهم الدول كلها شرقها وغربها وعربها وغربها يعني لكلهم متواطئين مع هؤلاء المحتلين والمحتدين ولكن في هذه الأمة لا تفقد الخير رسالة إلى الشباب أثبتوا على دينكم ثباتا كبيرا جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنع من أربعين صحابي تقريبا هي حصيلة تقريبا ثلاثة عشر عاما كاملة من الدعوة في مكة صنع منهم أمة وثقافة ومجتمع ودين غطت بعد ذلك ذهبت إلى وإلى قلب إفريقيا وآسيا وما إلى ذلك لذلك المستقبل لهذا الدين المستقبل لقيم هذا الدين ومنه الصدق والأمانة والحياة وتعلموا دينكم أيها الشباب ويعني انغرسوا فيه كل انغراس وعصلحوا أوصركم وأبنوا أوصر جميلة لأن الأسرة هي هذا الحصن الكبير الذي لا يتخلف والذي يبقى صامدا والذي استودعه الله سبحانه وتعالى أمانته واستحفظه كتابه لله سبحانه وتعالى وسيروا على هذا الطريق وتعاونوا وأنشئوا الخلايا والمحاضن في المساجد وفي البيوت والجمعيات والمنظمات أنا إمام جمعة بفضل الله سبحانه وتعالى في ألمانيا ألحظ بنا عينيهتين إقبال الناس على الإسلام الآن عندي أكثر من ثلاثين عام في ألمانيا تسعة وتسعين في المئة من المقبلين على الإسلام نساء ونساء من طراز عالي نساء ذوات ثقافة جامعية ومعرفة جامعية عليا هذا يبشر بكل خير هذا مما يصدر الصدور ونحن مؤمنون بأن المستقبل لهذا الدين والحرية والكرامة والعدالة والتحرر وبإذن الله سبحانه وتعالى ولكن الله أراد أن يبتلينا أن يخطرنا أن يمتحننا أيها الشباب اثبتوا على دينكم وأنشئوا الخلايا والمحاضر التي تربيكم ويعني أحرصوا على أسركم وتعلموا دينكم وكونوا دعاة كونوا دعاة بأتم معنى الكلمة والنبي محمد صلى الله نصره الله سبحانه وتعالى بالصدق والأمانة قبل أن يسعد على حلبة المقاومة لأن قومه بعدما عرفوا بعدما خلعوا عليه صورة الصدق والأمانة بعدما عاشرهم أربعين عاما هذا الرجل لا يكذب لذلك الصدق هو التأشيرة الصدق هو الأمانة الصدق هو فصفور لقلوب الناس بإذن الله سبحانه وتعالى صدرا جميلا والمستقبل للكرامة للحرية للعدالة للدين لإذن الله سبحانه وتعالى دكتور أحمد رسالتك للشباب المسلم المقبل على الاتزام لعلي أستمع هنا طه عبد الرحمن في كتاب روح الحداثة وكتاب روح الأخلاق الذين يبين فيهما أن الحداثة الغربية فيها خلل كبير بتعبيرات أخلاقية متنوعة وهذا ما حاول الإبانة عنه الدكتور واء الحلاق في كتابه عن دكتور عبد الفلسفة دكتور عبد الرحمن لإصلاح الحداثة فحملة شباب الإسلامي أنتم تنتصرون لأنفسكم للحق للإسلام ولكنكم تنتصرون للإنسانية تساعدون على أن تخرج من أزماتها ومن عوامل انتهاك الإنساني وغربة الإنسان عن نفسه فأنتم لا تبشرون بأمر لأنفسكم فقط وخير لأنفسكم نحن نرد الخير للناس جميعاً أنتم عنوان تحرر البشرية أنتم المستقبل أنتم المستقبل للناس لأمة التعارف العالمية نعم شكراً جزيلاً لك دكتور أحمد لبيض الباحث في الفكر الإسلامي الشيخ الهدي بريك الإمام والدعية من ألمانيا شكراً جزيلاً لكم أضيفي الكريمين والشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة الأسبوع المقبل موضوع آخر نطرحه بين أيديكم بإذن الله إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة